نجحت وحدات الإنقاذ البحري التابعة لهيئة قناة السويس في إنقاذ سفينة بضائع من الغرق وإنقاذ طاقمها في استجابة سريعة لاستغاثة السفينة فور دخولها منطقة الانتظار الشمالية للسفن عند مدخل غاطس بورسعيد ودفعت الهيئة بعدة قطارات إلى موقع السفينة للمساعدة في إخلاء الطاقم بأمان وإنقاذ طاقمها ومساعدة روبان السفينة في منع غرق السفينة ويتم حاليا العمل على معينة الحالة الفنية للسفينة